أسعد اليوم باستقبالكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي معرباً لكم وللوفد المرافق لكم على أسمى عبارات الترحيب بمناسبة زياراتكم إلى الجزائر التي نعدوها فرصة مواتية للعمل سوياً من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك إلى أرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين بالفعل إن زيارتكم هذه التي تأتي في سياق الزيارة التي أداها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر شهر ديسمبر 2022 بدعوة من أخيها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والتي فضلاً عن كونها تهدف إلى توطيد روابط الأخوة والمودة بين البلدين فقد سمحت بترسيخ علاقات التعاون في العديد من القطاعات